بين مئذنة وكنيسة هنا صوت عراقي أصيل وبعد غياب حزين دق جرس الرجوع لصلاة يؤديها العراق يصليها الراجعون إلى لحن الوطن ويمسحون فيها عهد الفراق هنا الأنبار بما زفت شوارعها تألقا فكانت المعجزة أن تنهض من رحم الدمار إلى أن تنادي بصوت المآذن والكنائس تنادي مسيحيها للعودة إلى أرض الوطن ولأن للأنبار تاريخا تعزز بصناعة قادة الإعمار فيها ليتحقق العهد على أن تكون في المقدمة بعد أن كان لأهلها صوت يطالب بالتغيير وتحقيق المصير تحققت صورة العراق الواحد فيها وتمازجت صور التعايش التي أحيت فصلا من فصول الماضي وهنا الحبانية تنطق سلاما وتصافح أهلها من المغتربين حنين إلى التعايش جعل سكان المحافظة يدعون إلى لم الشمل الذي يعيد الذكريات إلى سابق عهدها حيث تظهر صورة العراقي الذي لا يفرق بين رفيق ورافيق في حب الأرض التي ترارع فيها منذ القدم إذن للأنبار صورة تكرس العراق العظيم بوحدته وانتصاره على كل الظروف القاسية ليحيي الأمل ويبدأ صفحة جديدة ويوما جديدا تكون فيه الأنبار انطلاقة نحو الأفق بحنكة قياديها وإصرار أهلها وعزيمة مسؤوليها حبا لعراق يحتضن كل الأطياث تحت سماء واحدة